السلام عليكم. طبعا هذا شابتر 4 حق مسار التمريض. طبعا هذا الاوتلاين. هذو الابجكتيبز. نروح لتشيو ارغوبة سيلة. نحن نتكلم عن عنسجة. وراح نتكلم عن انواع الخلايا نفسها. لذلك في البداية لازم تعرفون ان الانسجة هي مجموعة من خلايا تؤدي وظيفة معينة. الخلايا نفسها are bound together by excess cellular matrix which may be liquid, jelly-like, semi-liquid or solid. عشان تفهمون الواضع نحن نتكلم عن النسيج. نحن نتكلم عن النسيج. النسيج نفسه كمكوناتها رح يتكون من شيء. واحد خلايا الثاني رح يتكون من ماتريكس. ما في الفيلم ماتريكس. ماتريكس هو خنقول space. بصداء. او خنقول يعني المكون الأساسي. بالعربي خنقول انه عندنا هذا الدائرة. تمام. وفي هنا سايل سايل يمر. تمام. وفي السايل هذا في خلايا هذا خلية. سل. فهذا السايل يسمونه ماتريكس. تمام ماتريكس. اي الفضاء الذي يحوي الخلايا. او خنقول المكان الاريا اللي فيها تقعد فيه الخلايا. تمام. الماتريكس هو اللي يحيط الخلية. فالماتريكس قد قد يكون solid. يعني صالب او يكون liquid. مثال وشو عندنا ماتريكس liquid هنا السؤال. شي راح نشوفه في جسمنا وهو البلد. الدم. الدم لما انت اخذ عينها او لما تشوف الدم في اللعاء الدموي نفسه. الدم مكون من البلازمة ومكون من اه ماي مكون من اه ار بي سي اللي خلايا الدم الحمراء. كلها تجري في مجرى سائل تمام. هذا المجرى يسمونها ماتريكس. فالماتريكس حق الدم حق الار بي سي وهي خلايا هو البلازمة هو الماي هو حواليها يعني بالعربي. فالدم او هنقول خلايا الدم بشكل اه اخص. خلايا الدم راح تعيش في فضاء او تعيش في منطقة يكون فيها بلازمة. اه راح يكون فيها ماي. هذا اللي البلازمة والماي راح تكون الفضاء اللي تسبح فيه الخلية او تعيش فيها الخلية بشكل اخص. وهذا الفضاء يعتمد هل هو سائل او هو صلب. فهنا عبارة عن فضاء سائل. ببعض احيان يكون اه شبه صلب. وشه شبه صلب? مثل الغضروف. تمام? الغضريف لو ما تدري هي خلايا. لو تشوفها في المايكروسكوب هي عبارة عن خلايا تمام? تعيش في منطقة او تعيش في اه مكان الحواليها شبه صلب. يعني مو صلب. شبه صلب. تمام? كنجلي. هل ليش الغضروف تشوفها يتحرك تمام? وايضا من بسبب عدل الخلايا الموجودة ولكن هنا نتكلم عن المادة اللي قاعد تكون الماتريكس او الحواليها الفضاء اللي حواليها هي اللي راح تعطي وظيفة نفس النسيج. تمام? فالغضروف تشوفها انه دائما يتحرك ولي يعني شبه صلب يعني مو صلب مثل العظم. فالعظم هنا خنقول الماتريكس حق العظم راح يكون صلب. ذلك تشوف العظم ما ما يصير لين ما اه آه خنقول اه اه اتعوج يعني بشكل عام. فالماتريكس او خنقول الاكسر سلل المناتا ما خارج خلية راح يكون يما يكون صولد يما يكون سمي سلود. او سمي سولد. على حسب الفضاء اللي تعيش فيه الخلية بشكل مختص. اوكي? اذا لذلك أنواع الخلايا الموجودة أو أنواع الأنسجة صلى الله عليه وسلم الموجودة داخل الجسم هي أربع أنواع ابثيليال تيشيو، كونكتف تيشيو، مصل تيشيو، النبس تيشيو مصل معناتها عضلات هذه معناتها أعصاب هذه معناتها ما لها ما توقع أنها لها اسم عربي خلايا نكسس تيشيو، خلايا مواصلة لا مواصلة للكهرباء، أصلاً تربط نسيج ثاني وأيضاً ابثيليال تيشيو ما الذي يجعلهم هذه المختلفين عن بعضهم ما الذي يجعل أنسجة هذه المختلفة؟ هي نوع نفس الخلايا الموجودة داخلها نوع الميتريكس ولكن المهم هم يتكلم عن نوع الخلايا فالأعصاب شكلها ما يتماثل أبداً مع شكل اللي هو ابثيليال ما راح يتماثل مثل عضلات العضلات لها شكل معين والخلايا العصبية لها شكل معين والكونكتف تيشيو لها شكل معين وميديوم معين مختلف والطلائية كذلك لها شكل وخلايا معينة مختلفة بذلك عندنا أربع نوع خلايا يدخل اللي هو أنسجة داخل الجسم الإنسان راح نتكلم عن أول نتيجة وهو الابثيليال تيشيو فابثيليال أو خلايا الطلائية راح تبطن الجسم بالكامل فلما تشوف الفم راح تلقى أن الخلايا هذه موجودة تلقى للرأة طبعا راح تشوف الخلايا موجودة داخل الرأة وهو راح تشوف في الكلية راح تشوف هذه النوع الخلايا في الخاصية نفس الفكرة يعني سنقول في العرق نفس اللي يطلع من الجلد أيضا له خلايا الغدد هذه فالغدد هنا غدة لها أيضا نوع من خلايا وهي خلايا طلائية ولكن لها شكل وترتيب معين تختلف عن بعضها الباب لذلك الخلايا الطلائية هي خلايا مربوطة مع بعض البعض أو متصلة بأحكام ببعض البعض Tightly backed cells معناتها تحزم يعني محزومة مع بعض البعض بضيق With a very little amount of matrix فهنا الماتريكس ما لها قليل جدا ما عندها متريكس واجد يعني بشكل مختصر راح تبطن line ما عندها تبطن ما عندها تبطن مثلا نقول أن عندك عندك قناة اللي يبطن القناة هو موجود على حوافة هذا الأزرق هذا اللي قاعد يبطن القناة فلين هنا يعني ما عندها يبطن يبطن التجويفات تمام وش هو التجويفات مثال عليها تجويفات هو مثل تجويفات الراء داخل في تجويفات في الراء في مناطق فيها فضاء جهاز الهضمي تمام جهاز الهضمي عبارة عن تجويف تمام وهكذا المعدة وهكذا هي عبارة عن عضو مجاوف داخلا مجاوف فيها حمض ولكن فيها أيضا غازات فلو تشوف أنت المعدة المعدة لم أفرسمها يا الله هيا إلياس سويك ما أخذ الأناتومي حق المعدة أوكي هذا اللي سرق الفجر كذا ما هذا تمام؟ فالمعدة بشكل أساسي هذا الديجنوم ينزل تحت ثماني يدخل جيجنوم و هكذا زبنة مهمنا فالمعدة اللي تشوفها فيها غازات هنا فيه غاز وفيه استحت سائر فبشكل أساسي اللي بطن المعدة هذه من الداخل هذه البطنة هنا رح تلقاها إنها عبارة عن خلايا طلائية إلى يدخل في لمعات دقيقة مع غريضة و هلما ذلك و أيضا من وارع يعني حتى في البلعوم و أيضا مريء و هكذا رح تشوف أن مكونة من epithelial cells أو خلايا طلائية ذلك رح تغطي الخلايا أو الأعضاء المجاوفة فهنا رح تغطي الكافيتيز و أيضا السيفس رح يكون أكثر خلايا موجودة في جسم الإنسان مصنوعين من معناته صفائح معناته خلايا مصطفى مع بعض البعض كانت صفيحة هذا رصده وظائفهم و أيضا من الفنكشن رح يستخدمون في الحماية لتقليل الاحتكاك للنقل نقل اللي هو الماتيريال أو المواد أبزوبشن الامتصاص التخلص التخلص الفضلات وهي الانتقال بشكل مختصر و أيضا رح يشكلون الغدد الغدد مغلل الجسم رح تتكون من إبيثيلي السلب إذلك الغدد معناته غدد إذلك الغدد مكونة أو مبطنة بخلايا طلائية اللي يسمها إبيثيلي السلب قوم ما نبدأ بالإندوكراين والإكزوكراين و كذا رح أبدأ أشرح وشيك الإبيثيلي السلب بشكل مختصر تمام أهم شي أنكم تنتبهون حين حيل الانتباه لأن هذا موضوع مهم جدا 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 رح أحاول قدر ممكن أن أنا أشرح الإبيثيلي السلب بشكل مختصر و بشكل مفهومي الخلايا بشكل مختصر في داخل جسم الإنسان تغسم أو خنقول ترتب على حسب الأنواع على حسب حسب صنفين الأول هو الثاني وهو الأرانجمنت مناعة الأول هو الترتيب الثاني هو الشكل تمام وش نقصد في الشكل وش نقصد في الترتيب وش أشكال الخلايا قد تظن هتكون شكلها مثلث يكون شكل الخلية مثلث ولا وشو ففي خلايا مسطحة في خلايا مربعة أو أو تكون مكعب في خلايا طويلة أو على شكل مثلا عمود هذا على أشكال الخلايا وفي دور يصير دور واحد وفي يكون أدوار ويكون في كاذبة تمام هذا عرفنا إحنا الأشكال والترتيب هنروح عند الشكل فعندك خلايا مسطحة معناته خنقول إنه عندنا قبل ما تبدأ يعني تسم الخلايا بحماس لازم تحط للخلايا شي اسمه شي اسمه بيس من التقاعدة تقعد عليها الخلايا اسمونها بيسمنت ميمبرين وهي غير حية مكونة من البروتينات يعني هي غير حية ولكن تشكل كقاعدة تحط عليها الخلايا تمام هذا في الإبثيريا السلة طبعا راح تشوفها فعندنا النوع الأول من الخلايا خلايا وشو خلايا مسطحة معنات لو تشوف ترسمها راح تكون شكلها زي كدا 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 وعندها نوع هذا خلية مسطحة تمام؟ كانها بيضة أو بيضاوية وعندنا نوع الثاني خلية مربعة ليه كدا مربعة والخلية الثالثة شكلها وشو عمود يعني كدا تمام؟ أشوفها عموديا مستطيلة عموديا فالنوع الأول مسطحة النوع الثاني مربعة النوع الثالث طواليا تمام؟ أو خلنقول عمود هالي يسمونه وشو؟ هالي يسمونه هالي يسمونه سكواموس هالي يسمونه وشو؟ كيوبويد هالي يسمونه وشو؟ كولامنر كولام لو يعني انت جايد في الحاسب يعني كولام معنات عمود كولام معنات عمود كولامنر هي صفة لنفس هذه خلايا كولامنر كيوبويدل لو تشوف انه معنات كيوب بس هنا كانها كيوب كيوب هو مكعب فكيوبويدل هي خلايا مكعبة سكواموس هي خلايا مسطحة تمام؟ بتقدر يعني لو تبي تعرفها مثلا تقول انها صار لها سكواش معنات انها تم عفطوها بالعربي تمام؟ هذا سكواموس فعندنا ثلاث أشكال للخلايا لاحظا قلت انا قلت وشو أشكال للخلايا فعندك شكل يكون عمودي مربع وهو مسطح والأشكال هذي وظايف مو هي بس كذا مسطحة وبس وخلاص لا تمام؟ فبشكل مختصر هذا أشكال الخلايا خلاص من أشكال نروح إلى الترتيب حق الخلايا وهذه الترتيبات ستستخدم أنواع الخلايا الموجودة اللي استخدمناها هنا بشكل مختصر فهنا عندنا ثلاث أنواع من الترتيبات على مذكرة يعني صراحة يا توقعي النوع الأول لازم نرسم باسمنت مبرين اسم قلنا هذا باسمنت مبرين عندنا النوع الأول النوع الأول الله سلم لك وخليك هو سيمبل معنات دور بس دور واحد ما نتسوي أي أدوار بس دور دور من الخلايا راح نطبق عليه دور لثاثة نوع أو ثاثة أشكال من الخلايا اللي قلناها راح تكون مسطحة تخيل كده يعني خلية مسطحة أو خلية مربعة تمام أو خلايا عمودية كده أصير مع بعضها من تلاصقة مع بعضها البعض فالخلايا المسطحة راح تلاحظ هنا إن المراكبات لما تجي تقدر تأدخل بينها تمام تقدر تأدخل بينها لأنها صغيرة يعني مشكلة من طبقة واحدة ومسطحة يقدرون يمرون حواليها يعني ما لها لا حجم ولا شيء يعني تمام نحيفة جدا فيقدرون يمرون خلالها مراكبات يقدرون يمرون خلالها لأنها يعني العرض ملاتها العرض صغير جدا يعني سمال العرض ملاتها سمال ويقدرون يصير ديفيوجين حواليها فيقدر يصير ديفيوجين بالتالي أي مراكب يقدر يمرون عبر اللي هو سكوامس سل بنوع أو دور واحد لاحظ أننا نتكلم عن دور مو تقول لي مثلا عندنا مليون ألف دور وتقول أن المراكب راح يمر صعب يعني كان يشكل لنا صور اللي هو صور الصين يعني كان حجارة تحطها فوق بعض حجارة واحدة أو دور واحد أوكي مراكبات تستوعب أنها تقدر تمر تمام فهنا سكوامس لأن أصلا دور واحد بلصنها المسطحة المراكبات تقدر تمر بسهولة مثال على وشه هذي وين راح نشوفها راح نشوفه في مكان في الجسم الإنسان يسمونه الفيولاي الفيولاي هي حويصلة حويصلة الحويصلة موجودة في وين؟ موجودة في الرأة فبشكل أساسي لو دخلت الرأة تمام؟ لو دخلت الرأة راح تلاقي حويصلات داخلها الرأة كده حويصلات هذه الحويصلات هي في نهاية تشعبات الرأة يعني لما تدخل أنت في الرأة في القصب الهوائية تروح للرأة راح تلاحظ أن الرأة تتشعب ثم تتشعب ثم تتشعب ثم تتشعب ثم تتشعب إلى أن توصل إلى وشه بلونة صغيرة تمام؟ البلونة صغيرة هذا في النهاية طبعا فيه ألف منهم بلونة نفسها تمام؟ ولكن بلونة صغيرة هذه يسمونها الفيولاي تمام؟ أي حويصلة حق الهواء اللي راح يبطنها هذه الألف اللوي هي الإبثيريسل سكواموس راح تكون بس طبقة واحدة كده راح تكون طبقة واحدة من سكواموس ليش؟ عشان تسمح بنفاذ الأكسجين برا ولقي داخل الحويصلة هذا كيف تتنفس بشكل مختصر هذا كيف تبدل الأكسجين بثانيكسيد الكربون عن طريق هذه الخلايا لأنها تسمح بنفاذ ثانيكسيد الكربون والأكسجين داخل إلى خارج الخلية بسهولة تمام؟ إذلك عادة راح يشوف في الدفوجين دفوجين هي عملية انتقال مركب من ناس ما شرحنا في يعني النوع الأول يعني عملات راح يكون شكلها مثال عليها راح تستغل تصير حقاتها في أو خنقول في انتقال مركبات من وين راح نشوفه؟ راح نشوفه في الألف اللاي في أو في الرا اللي هي حويصلات في الرا النوع الثاني هي كبايدل الكبايدل هذا راح تسمح بعملية اسمها الري أبزوبشن والأبزوبشن ري أبزوبشن معناتها أبزوبشن هذي معناتها الامتصاص مثل إن خلاياك تمتص الغضاء يعني تاخذها داخل الجسم آه وهكذا ري أبزوبشن معناتها إعادة امتصاص الحركة دين اوين تصير عصن?, إعادة امتصاص، امتصاص بصير في مكانين… تباب؟ خنقول العادة المتصاص بصير في مكان واحد اعادة الامتصاص راح تكون في مكان واحد وين راح تكون في الكلية ليش الكلية تعد المتصاص خنقول لمن لمن الدم يواصل للكلية لان الماء منّ أبكم تفهمونا؟ أن الدم والجسمك راح يروح للكلية ت powder الوعاء الدموي يدخل في الكلية الوعاء الدموي عندما يدخل في الكلية يذهب إلى خلايا متخصصة موجودة في الكلية يسمونها نيفرونات نفس الخلايا ستفعل فلترة بين قوصين فلترة لنفس الدم تخيل أن عندك مشخل تضع فيه يعني تفصل الماء عن مثلا أجزاء ما تب بها فعملية الفلترة الموجودة في الكدني تصير ويتم فلترة الماء ويطلع الماء ويطلع بعض البروتينات ولكن ليس البروتينات الكبيرة وكذا كذا كذا على حسب يعني حجمها تذكر لمن تشخل شيء لمن تجيب للمشغالة وتحط فيها مثلا ما يشي نحط فيه صراحة قهوة كده يعني زبدا الأجزاء الكبيرة ما تنزل تحت بس الأجزاء صغيرة أوكي فلما يدخل ويروح يعني بعد ما يتم الفلترة يروح عبر أنابيب أنابيب هذي تضلع الماء وترجع للجسم ليش الكلية بماء يعني أنت تتخلص من الماء صح؟ يعني أنت بيت تروح الحمام وتتخلص من الماء ليش الكلية تعيد امتصاص الماء لأنها تتحكم وتشوف مستوى الماء في الجسم والضغط في الجسم بالتالي إذا حست إنها ده الرجال شكله ما شرب ماء خمس ساعة وأنا قاعد أطلع ماء من جسمه فليش أطلع الماء؟ خلي أعيد امتصاصه أدخل الجسم مرة ثانية أخليه يستفيد مني بدل ما أطلع كل مرة أروح أخلي بس خلي بس مادة البول اللي هي غير عن الماء مادة البول بس تطلع والماء أدخله لأن ما في ماء يوجد لأن الماء يتم إعادة امتصاصه إلى داخل الجسم يعني الكلية تشيك عندك ماء في الجسم إذا ما عندك قاس بدل ما أطلع الماء اللي فائض عندي راح يعيد امتصاصه إذا داخل الجسم فماذا الخلايا اللي قاعد تعيد امتصاص؟ ماذا الخلايا اللي يتمسك الماء وتهديه الجسم مرة ثانية؟ هي الخلايا هذه مربعة طب ما راح يكون شكلة زي كده قلنا إحنا أنابيب صح؟ معناته في الأنبوب لو قطعت الأنبوب كده كان شكلا من فوق لما شفت الأنبوب من فوق راح تشوف أنه عندك خلايا كده مربعة مصطفى على محاذات الأنبوب خلايا من طابقة واحدة شكلها مربع فهذه تعيد امتصاص تعيد امتصاص الماء وبعض الأملاح وهكذا بهذا الكيبويد السل راح تلاحظها هنا موجودة في السيمبل الثالثة هي كولومنرسل كولومنرسل راح تشوفه هذي الطويلة الطوالية راح تساعدك في عملية يسمونها الأبزوبشن او قنقول الديجشن ابزوبشن معناته تمتص او انها تهضم شن معناته ابزوبشن وديجشن وين تحتاج الهضم والامتصاص حق المواد الغذائية طبعا تقولين المعدة المعدة ما تمتص الغذاء الا بعض الغذاء بعض الفيتامينات وبعض والكحول بعد تمتص المعدة ولكن المعدة خلها على جن لا تشارك في عملية الهضم لا تشارك في عملية الامتصاص عذرا الامتصاص لا تشارك فيه ماذا يمتصد داخل الجسم لمية الخلوض لذلك راح تجوها في الامعاء ما اسم الامعاء؟ small intestine في نوعين من الامعاء يما small يما large انواع في اللغة الكلينزية سهلة اما احنا الامعاء الغليظة والامعاء الدقيقة لا تحف تفارق بينهم ولكن هنا small هي في البداية ثم تذهب إلى large intestine فهنا ال small intestine راح تتكون من خلايا وشو كولومنر معناتها عمودية من طبقة واحدة في النوع الثاني خاص من احنا اللي هو سكوامش كوبويدل و كولومنر عرفنا وين قد تكون اماكنهم نروح عند النوع الثاني الارانجمنت الثاني وهو ستراتفايد ستراتا أو ستراتي هنا معناتها عديدة الأدوار أو عديدة المراتب ذلك عندنا أدوار واجد مبدور واحد عندنا طابقين ثلاث طوابق خمس طوابق كذا يعني أكثر من طابق ذلك راح تتكون ايضا من نفس الخلايا ولكن وش الفارق انه راح تتكون من عدة طوابق من نفس الخلايا فتخيل انه عندنا سكوامس كذا مصطفينين بعضهم بعض وسكوامس فاقها بعضه طعم فهنا تلاحظ انه السكوامس هذي راح تشارك في عملية اسمها بروتكشن معنا عملية الحماية وش الجسم اللي يعني خنقول عضو في جسمك هي يحميك يقول الجلد معناة الجلد مكوى من نوع شو مكوى من سكوامس مصطفين فاق بعض تمام هو الجلد الجلد فيها certified squamous epithelium certified معناة أكثر من طابق squamous نوع squamous يعني مسطحة epithelium يلي خليه طلائية فوين موجودة؟ موجودة في الدرمس درس معناته الجلد نوع الثاني هو كيبويدل راح تشوف انها مربعات كذا كان طابق فاق بعض طابق فاق بعض هذي وين راح تشوفها كيبويدل طابق فاق بعض راح تشوفها في خلايا العرق او خلق قول غدد العرق اسمها sweat gland راح تشوف في غدد العرق ذلك الغدد راح تشوف انها متكونة من خلايا طلائية اوكي النوع الثالث راح تشوف انها يعني columnar ولكن اكثر من دور تقريبا يعني كذا columnar اكثر من دور هذي نسيت وين تكون موجودة موجودة في الليرنكس موجودة ايضا في الأبيديديمس ايضا موجودة في الثالث ونسيتها جدا ولكن بنشوفها بعضين الليرنكس هي الليرنكس عارفت خنقول حبالة صوتية هذا المكان ناس يسمونه الليرنكس تمام انا نسيته بالعربي وين مكانه بس هو مجرى الهواء مجرى الصوت قصدية مجرى الصوت في الجسم هذا الليرنكس او بداية مجرى الهواء بعد اللي هو لسان المزمار يجي الليرنكس اوكي بعد لسان المزمار معناته هو مجرى الهواء بالعاصل تقنا ما تقول مجرى الصوت ومجرى الهواء نفس الشيء او القصبة الهوائية سنقول ابيديديمس وهي بشكل مختصر على شكل ما اوكي علق علي اذا بدأ ابيديديمس هي موجودة في الخاصية تمام بشكل لنا خلايا الخاصية بس دقيقية بس بس سوي عادة كذا اوكي اوكي علق علي اوكي ابيديديمس هي موجودة اوكي ما موجودة هنا انا عاصل ناصقها بس انها راحت علي راح اشراح لكم مش اللي ابيديديديمس بعدين زبدة هذا راح يتشكلها كولومنر مصطفينين بعضهم بعض كذلك يعني زبدة هذا السراتفايد خلصت منهم هنروح للنوع الثالث وهو سودو سترا تيفايد لو واحد شاف ذا الملصق هذا شرح الملصق لو واحد ما شاف الملصق اللي على الاسم ذا يقولوا لا يرسلكم اياه سودو مثل يقولك واحد سودها الله وجهك تمام سودو معناته كاذب تمام سودو هنا معناته شذاب شما انت تشذاب سودو استعلم قلناficiente لدي нашем اندي اكثر من طابق اكثر من طابق معناه ندي عندي طبق واحد بس يتشذب commentary يقولون عندي اكثر من طابق ت行يud بأن شكله كان عنده اكثر من طابقة هذا طيبط وهو طبقة واحدة يعني لو جبنا الباسمنت الممبرين هنا هذا الكولمنار الأولى الثاني صار كذا شف كذا الثاني زي كذا 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 لاحظة هنا في خلية وهنا في خلية اثنين هم خليتين على نفس الطابق ولكن دي مزحومة وصارة تحت فهنا يفكرون وشو؟ يفكرون انه اوكي في طبقتين هنا يعني في طبقة واحدة طبقة ثانية من الخلايا ولكنها عبارة عن طبقة واحدة لو ترسمها بالرسم هي كذا طبقة واحدة ولكن دي مزحومة صائرة او متداخلة بين خليتين هذه مفروض تكون شكلها زي كذا يعني مفروض انها خلية 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 ثلاث خلايا ولكن دي صغرة تصار مزحومة بين الخليتين فقالوا انه يخيل اليك بانها اكثر من طابق ولكن بالاصل فهي طابق واحد لذلك زمنها صورة الساسفايد صورة الساسفايد شكلها هنا وشو؟ هنا عموص صح؟ للك الصورة الساسفايد كولامنار اوكي ابثيليون اوكي وين راح تشوفها صورة الساسفايد هذي؟ طبعا كولامنار ليش قلنا كولامنار؟ لانا ما عندها لشكل واحد ما عندها كيبويد ولا عندها سكوامس بس عندها كولامنار اوكي؟ راح نشوفها في ريس بايرتري سيستم ما عندها في الجهاز التنفسي منشورة في الجهاز التنفسي كامل ولكن ما راح تشوفها لمن تدخل داخل الرأة يعني عميق داخل الرأة يعني موجودة في الأنف موجودة في القصب الهوائية موجودة في التشعبات حق القصب الهوائية الكبيرة ولكن راح تنتهي عند حد معين راح تتحول من سودا الساسفايد الى كيبويدل ثم الى سكوامس وين راح تروح سكوامس ألي في اللايف فبداية الرأة راح تشوف ان السودا الساسفايد ولكن في نهاية الرأة عند تشعبات راح تشوف انه سكوامس تمام؟ عشان تأدي عملية الـ respiration اي التنفس بشكل مختصر ذلك السودا الساسفايد راح تشوفها في الـ respiration هنا نتكلم عن الغدد الغدد عندك نوعين Gland أو غدد وشنو هي الغدد؟ هي مجموعة من خلايا مجتمعة تفرز ماد هرمونات كذا 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 الى اعضاء او الى الدام اللي كي تؤدي وظيفة معينا يعني تغير شعور تسوي شيء في الجسم كذا 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 فيها كثر من شيء مثل الـ الغدد وغدد الصماء وكذا كذا اللي تعرفون انتو حق هرمون النمو هرمون كذا الانسولين ولا ما ذلك الانسولين الغدد 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 تفرز هنا غدد تفرز داخل الدام أو غدد تفرز داخل أعضاء مجوفة أعضاء مجوفة أعضاء مجوفة وش الأعضاء مجوفة مثل الصماء مثل المعدة كذا تمام وإلى ما ذلك يعني فيه أكثر من عضو مجوفة بس أنا نسيتم الحين لازفدد عندك أيضا اسمال انتسن أولا معا الدقيقة وهكذا يعني هي أعضاء مجوفة مناتها في داخلها مثل المعدة يعني جدار المعدة نفسها في خلايا تفرز في تجويف المعدة المعدة نص غاز نص يعني فيه جزء منها مبنص غاز جزء منها فيها غازات وجزء منها سائل يعني كان كيس فيه ماء كيس داخلها ماء عبارة عن تجويف تمام إذلك داخل الدام يسمونه إلى السريم كأن لما نشوف انت شلال مجرى الشلال يسمونه بلد سريم أي مجرى الدام ذلك رح يطلع للدام عاطل يدور حوله يدور حوله جهاز الدوراني إلى الأعضاء أو إلى داخل الأعضاء المجوفة المجوفة فإلى داخل الدام يسمونه وشو؟ يسمونه مجرى الدام أنت في المجوفة داخل آخر مجرى الدام مجرى الدام مجرى الدام مجرى الدام مجرى الدام كده معنى تداخل مجرى الدام معنى تخارج معنى تخارجا إلى أعضاء مجوفة تمام؟ فهنا راح يتكونون من خلايا طلائية يما يكون خلايا طلائية متعددة أو خلايا طلائية واحدة تخيلنا كده مسوين خلايا طلائية مجتمعة كده وفيه في نهاياته كده فيه انبوب انبوب يودي إلى الدام تخيلنا هذا الدام كده فهذا عاطل تفرز المادة وتوديه إلى الدام أو خنقول ان هذا اللي هو المعدة طبعا الغدة ما بكده كبرها ولكنك ها خنقول تخيل على شكلها تفرز مادة تروح المادة إلى المعدة ثم تفرز إلى هنا مثال وشو تفرز مثال يفرز عندنا الببسين لو تعرفونه يفرز مثلا يعني بعض الميوكس الميوكس هو خنقول المخاط 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 يسمونه ميوكس أو بلغم البلغم باو ميوكس ولكنه أكثر من مكون ولكن الميوكس هنا معناته المخاط المخاط رح يساعد في اللوبريكيشن أو خنقول مسهل لحركة الاحتكاك مناتة يساعد في حركة الاحتكاك كأن أريدك تتخيل أن عندك تعرفون ملعب الصابون هذا هو بالضبط يضعون صابون سهل أنك تزلق فيه هذا المخاطر سهل أنه يزلق فيه سهل أنه يتحرك فيه ما يكون فيه احتكاك بس الطيحين هذا المخاطر بشكل مختصر فالميوكس يسبب لوبريكيشن بلاس يسبب تراب ما بتراب تربا اوكي تراب مناتة رح يمسك كأنه فخ يمسك المركبات مثل الغبار يمسك البكتيريا كأنه فخ يعني بالعربي كأنه سايل لزج يمسك أي مخلوق ما نبيه احنا بالعربي او الاكزوكراينجلاند ناس ما قلته للمعدة ناس في الكلام لها أكثر من الضائف طبعا ياما يكون متكونة من عدة خلايا او تكون غدة من خلية واحدة أي موجود غدة خلية واحدة يسمونها جوبلت جوبلت سل جوبلت وشو؟ سل وهي تفرز المخاطر موجودة في ال غاسترو او سنقول موجودة في جايت او موجودة في ال سيستم جايت هو جهاز الهضم غاسترو انتستاين التراك تاخذوه في الترمي الثاني او موجودة في السيستم و جهاز التنافسي فانا نجي عشان نشرح الابيثيلي التشيو ناس ما قلنا قبل الجلاند هي عبارة عن يما يكون سنجل سل او مولتبل سل مثلا للسنجل سنجل هو غير الوان مثال عن السنجل هو قبلة سل راح تطلع لنا ميوكس فهي ميوكس سكريتنج سل مولتسيليلر هذا النوع الثاني فاندن نوعين من الجلاندز يما يكون اكزو معناتها الى او اعضاء مجاوفة مثل السلايفة او خنقل اللعاب الموجود في الفم راح تفرز اللعاب الى داخل الفم او عندنا خنقل غدد العرق او غدد الهضمية موجودة في المعدة gastric معناتها related to gastro اللي هو stomach معناتها لما نقولك gastric معناتها نقصد المعدة gastro معناتها معناتها gastro معناتها معناتها المعدة الاندو الى داخل bloodstream الاندو راح يفرز الى داخل الدم مثل ما تشوف هنا على طول داخل الدم يروح اما الاكزو راح يفرز الى خلايا مجاوفة او خارج الجسم مثل عارق ف الاندو راح يفرز هرمونات عن طريق الى هو راح يوزع داخل الجسم مثال عليه thyroid 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 grand نفسها عشان تصنعها تحتها في شيء اسمه connective tissue اي خلايا او انسجة توصل بين نسيج ونسيج ثاني كان الرزقة نعم يبقى عندك مثلا هنا اذا هنا النسيج وهنا النسيج فلي قاعد يوصل بالنسيج هذا وهذا يسمونه connective tissue او connective او connect مناتا يوصل connective tissue مناتا خلايا توصل بين شيء وشيء فدايما تشوف يعني هذا basement membrane هذا هو basement membrane هذا epithelial cell الاي تلاحظ ان تحتها بالضغط موجود تحت basement membrane connective tissue وراح نشرح وشو connective tissue تمام في اربع انواع من connective tissue fibrous واربع انواع specialised رح يكون في الليسن البعضة فهنا تحت رح يكون في connective tissue عبارة عن sexual support to cells and anchors epithesis to stronger connective tissue basement رح يكون كدعم كsupport plus anchoring anchor هنا يعني لو تبي تفهمها لما يكون عندك خيمة طعم وكان تبي تثبت الخيمة ففي حبال كده يحطون حبال حبال هذي تكون في نهاية في حديدة تثبت الخيمة هذه نفسها فهذه يسمونها anchor اي مثبتة مثبتة يعني تثبت الشيء على موضع معين ذلك هي تعتبر ك anchor anchor ذا epithelial تثبت epithelial على connective tissue أو يسمونها ct أو يسمونها ct أو أجسام البكتيرية مثلا أو يكون مايكروفل 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 ستأخذونها في digestive system هي عبارة عن كده يعني بالعربي خليه نفسها في نهاياتها تسوي ذا الحركة عشان تزيد مساحتها مساحتها مساحت السطح معلاتها تمام زيد مساحت السطح حقتها عشان تساعدها في أنها تمتص الغذاء موجودة في هذه الحركة طبعا ليش يسوي ذا الحركة ليش يسوي ذا الحركة ليش هنا نقول إنه increase surface area عشان أشرح لكم اتخيل إنه عندنا هذا السطح تمام كم طولها 6 سنتي مثلا وعندنا هذا السطح تمام ركز ماي عندنا هذا السطح ننزل مرة ثانية تحب يقول يا الله كم المسافة من هنا لهنا 6 سنتي مسافة أوكي والمسافة من هنا لهنا 6 سنتي صح ولكن السطح area أو مساحة مساحة حقت السطح هي هنا 6 بس المساحة هنا مو 6 لو تحسب هنا مثلا كده 3 4 5 6 7 8 9 10 11 كده مثلا 12 صارت سنتي معنات إنه صار double المساحة في نفس المسافة يعني 6 سنتي نفس 6 سنتي ولكن مساحة صارت double معنات زدت المساحة بالتالي يزد عملية امتصاص المواد بسبب إنه صارت عندي مساحة أكثر من المعتاد فهنا المايكروفل لاي أو شكل خليل يشتر زي كده عشان بس يزيد المساحة تمام؟ فهذا المايكروفل لاي هو السيليا بشكل مختصر يعني سيليا راح تكون كشعيرات تدفع المواد إلى خارج الجسم راح تشوفها في ال في الجهاز التنافسي شعيرات موجودة في الخلايا عشان تمسك البكتيريا بلاس إنه فيها أصلا مخاط هذا ليش يجيلك بلغة؟ بسبب إنه هذه الشعيرات تدفع البلغة من تحت لفوق قلنا نحن عندنا ثلاث أشكال لنفس الخلايا سيل شيف يما يكون سكوامس يما يكون كيبويدل يما يكون كولامنار نحن عندنا ثلاث أدوار أو ثلاث أنواع من طوابق قصدية الأولى السيمبل طابق أكثر من طابق طابق كاذب أو نقول كاذبة عندها دوار واحد بس فهنا موليكيوز كان بس روت إيزلي ناس ما قلت أنا الموليكيوز تقدر تمر عبرها بسهولة هي ثن لير ثن نحيفة استرسفايد ابثيليم مولتو بلير أو سراتة ثك أوكي ثك تعطيه بوتكشون قلنا حنا من كثر الأدوار في مثلا في استرسفايد سقوامس رح يعطي لنه حماية حق الخلايا يتخذ ناس ما قلنا هنا يعطي حماية هنا يعطي حماية هنا يعطي حماية موجودة في الجلد أو الديروس السودو هي كاذبة يبدو على انها ستراتا بس انها سنجل زينا هنا تشوفها وعادة راح تشوف هنا قبلة سلاسكة فيها تمام؟ هي غدة تفرز ميوكس ومخاط فهنا تشوف انه هذه او لا اكثر من طابق لا هذه من نفسها ولكن محشورة بينهم اوكي سيمبل ابثيليوم نحن قاد يريدنا اللي شرحنا سيمبل كوامس ابثيليوم نبدأ بالسيمبل وهو الطابق يمكن طابق مسطحة one layer flat معناة مسطحة وين راح تشوفها في البلد فيسلز في الوعاء الدموي برضو وايضا راح تشوفها في الالف اللاي او air sac on the lung air sac هي نفس الالف اللاي sac معناة كيس الوضيفة ملتها تبادل الغذاء او تبادل الفضلات او تبادل الغازات ليش انا سهل فيها التبادل راح يكون مثال بلد فيسل راح يصير فيه تبادل الغذاء لانها طبقة واحدة معناة تبادل الغذائية لالخلائيا عشان يتغذون. طبق واحدة كيبويلر اللي قلنا موجودة في الكلية عشان نسوي فتفرض حق الماء وايضا موجودة في كدني التيوب منات قناع. فتيوب هو نفس الانبوب. لما تكلم نقول لك انا عندي انبوب هذا التيوب نفس التيوب يول اوكي. فانابيب الكلية. وايضا موجودة في الثيرويد غلاند. ثيرويد غلاند يستخدم هذه الحركة. او غدد الدرقية عندها خلايا كده. تساعدها في السيكريشن. كدني ريابزوبشن. كولامنار سيمبل الطوابق هذي راح تشوفها في الديجستف سيستم. وايضا راح تلاحظ ان عندها مايكروفللاي هنا شعائرات او ما بشعائرات ما بسيليا مايكروفللاي راح اشوف انه نفسها راح تشكل او تزيد السيفة سيرية حقتها. او غضيفتها الابزوبشن حق النيترشن. وايضا بدوس ميوكس. تفرز ميوكس عن طريق وشو؟ عن طريق جوبلت سيل. فعالة جوبلت راح تكون في الكولامنار هذي حقه الديجستي سيستم. بعضه راح تكون موجودة في السودو سيرفايد كولامنار. تو بلايسز يعني. ذلك هي ون لاير كولام شاب طالت مستطيلة طويلة شكل عمودي. سيرفايد سيلة بكولامنار ابثيريا قولد غوبلا سيلة سيكريت ميوكس. الوظيفة هي لابريكيشن مناته تزييد وصيد البكتيريا والفيروسات. لابريكيشن موجود دائجستي بنسمة قلنا. لنا ايضا الطوابق اكثر من طابق طابق مسطح طابق اكثر من طابق مربع اكثر من طابق عوامين. تمام؟ الاكثر من طابق قلنا موجودة في الجلد اللي تكون مسطحة. لك ستشوف الجلد ستشوف الفام ستشوف الفيجاينا. او نسيت اسمها تمام. فيجاينا هي اللي هو العضو الانثاوي تمام؟ بس نسيت اسمها بالعربي. وظيفة راح تكون كابوتكشن اجنس ابريجن ابريجن معت الاحتكاك والتآكل والموت وايضا يكون الانفكشن او بابل موت ستخفضل. ماناة الجفاف. وانفكشن ماناة البكتيريا. مثلا خل نقول ان ان جاتت بكتيري هنا ما تقدر تمر على كلا. اكثر من طابق من خلايا صاير. وبذلك او في المناعة الجدار الأول في المناعة هو الجلد ليش انني عنده اكثر من طابق اكثر من طابق كيبويدل مثال عليه العارض ناس ما قلنا رح يكون وظيفة انه يفرز الماء والأيونات مثال عليه الدكت حق السويتك لانت هذا يسمونه دكت دكت هي النبوب الذي يمسك الهرمونات ويظهرها في الجهد الثاني هذا يسمونه دكت فهنا يبطن الدكت حق نفس الجهد اوكي كولامنار مثال عليها اكثر من طابق كولامنار مثال على صورة هذه لما نشوف الخاصية وهذا الابدجميس اوكي هذا الابدجميس فوق الخاصية رح تشارك في عملية تكوين الحيوانات المنوية ويلا ما ذلك المماريق لاند هي الغداد اللي هو اخيان نفصل شويتين الالينس قلنا هي الغصبة الهوائية رح يفرز لنا ميوكس تمام ميوكس اوكي مخيان نفصل تمام الكنكتس اشيو رح تكون سوبوت ونكنكت بات في بادي رح نسمع ان احنا كانها واصلات بين الأنسجة فراح يتشغل كأنها سوبوت حق أورغنز بلاس كونكت تصل على اجزاء من جسم تحاء او تخزن الفات تصنع خلايا الدم الحمراء طبعا في اكثر من خلايا في اكثر من نوع من سيتي موجودة في جسم الانسان ذلك الماتريكس نفسه نون ليفنق طبعا مو حية اكيد لانه يمكن استرصال يمكن استرصال وهكذا السلز نفسه موجودة داخلها ويتم صناعة الماتريكس من قبل خلايا القوة حقاتها جاية من الماتريكس مو من الخلايا تمام نسيت صراحة غدد الحليب ذي ماماري غدد الثادي كدا واحدة منها مزبدا انا مخي نفصل صراحة هذا الليسون وان نتركه مع الليسون تو وبأس يعني ترجمة نانسي قنقر